في القضاء هناك وصف عنيف للمعارك التي دارت ما بين بني إسرائيل واليهود كيف وقعت؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الاقتتال العنيف الذي في عشرات الألوف كانت تقتل في كل جولة من القتال وحتى أنه بني إسرائيل ندموا على قتلهم لإخوتهم من بن يامين وناحوا عليه وثم صالحوا الحقيقة سفر الملوك الأول والثاني وسفر القضاء يتضمنان الكثير من المشاهد المروعة للقتال الذي جرى بين بني إسرائيل وبين اليهود يعني بين الشماليين والجنوبين وهذا ما رده إلى انقسام المملكة عندما انهارت المملكة يعني أو تفكك التحالف القديم السبئ الحميري بدأت سلسلة من المعارك يمكننا يعني لو قمنا بتكثيف وتلخيص الخطوط العامة لهذا الصراع استناداً لسفر الملوك الأول والثاني ثم القضاء سنلاحظ ما يعني في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى من الصراع بدأت للسيطرة على الساحل الغني بالبخور هو الذي يعرف بساحل بن يامين في حضر موت وهو أغنى منطقة ساحلية في اليمن كانت تشتهر قديمة بإنتاج البخور يعني أخذ بعض اقتصادي فيك نعم يعني كانت الصراعات الجنوبية والشمالية من يضع يده على حضر موت وهذا صراع قديم بالمناسبة يعني يمكنك أن تجد صداه حتى اليوم يعني حتى اليوم مسألة الصراع على حضر موت فعلا يعني هو قلب ولب وجوهر كل التوترات التي تنشأ بين الشمالين والجنوبين الشماليون في المرحلة الأولى سعوا إلى أخضاع هذا الساحل وأبتالي أخضاع الحميريين أو يعني إرغان منهم على القبول بتحالف شمالي جنوبي واسع فكانت المعارك التي تقصفها سفر القضاء عندما بطشوا بصبط بن يامن بن يامن هو أصغر أصباط بني إسرائيل أصغر الأصباط الأثناء عشر هذا الصبط عاند وقاوم وسعى بكل وسائل أن يحبط مسعى السبائيين الإسرائيليين الشماليين أن يضعوا يدهم على حضر موت ولذلك يعني الهجومات التي شنها هؤلاء كما يصف السفر انتهت بمقتل يعني أعداد هائلين مذبح إلى الدرجة التي اضطرت بن إسرائيل يعني كما يقول السفر أن يقيموا مناحة ويبكون لأنهم قتلوا إخوتهم وهذا الصبط الصغير وأفنوه يعني عمليا حتى أنهم يعني وصلوا في خلال المعارك أنه يعني امتنعوا عن يعني يعني عملوا قواعد تحرم أي تزاوج حتى بعد انتهاء الحرب تزاوجوا معهم ولكن أبطلوها فيما بعد عندما عقدوا الصلح هناك تحريم للزواج أو تزاوج فيما بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر